تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 496 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 290 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلعي الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تمضبط 32 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 66 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط 421 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 216 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 723 قضية من بينها 217 قضية حبز ناقص الوزن و212 قضية حبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 20 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 296 طن بلغت أكثر من بوجودة أيضا و一些 تورichte pobreتد ===